قام عطوفة محافظ الكرك السيد فراس أبو الغنم برفقة مدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة بزيارة إلى بلدة سماكية لتقديم التهنئة بعيد الفصح المجيد حيث كان بالاستقبال الأب خالد قمو رعي كنيسة القديس مخايل للاتين في السماكية وعدد من الأباء الكهنف في كنائس المحافظة بالإضافة لمجموعة من أبناء المنطقة حيث قدم المحافظ التهنئة لأبناء السماكية بعيد الفصح المجيد وتمنى للجميع عيادا مجيدة ومباركة وبدوره قدم الأب قمو الشكرى لعطوفته ورؤساء الأجهزة الأمنية على هذه اللفتة النبيلة